أهلاً وسهلاً بكم مشاهدنا كرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بيئة المغربة بداءً من يوم غد والأيام القادمة سوف نعطيكم آخر تفاصيل والمساجدات إن شاء الله فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدنا كرام لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير لأجواء مستقرة إلى قليلة السحب ليوم غد وكذلك التلتاء وبالنسبة ليوم الأربعاء أجواء مستقرة كذلك محتمل بعض الزخات المطارية الضعيفة أقصى الشمال المملكة إن شاء الله بالنسبة كذلك خلال الأيام القادمة يتوقع اقتراب منخفض جو إن شاء الله من المملكة خصوصاً خلال الأيام القادمة كما تشاهدون تربات تقترب من المملكة إن شاء الله نسأل الله تدخلها إلى المملكة وتعطي أمطار الخير بالنسبة لنموذج الأمريكي فيشير لاحتمالية دخول تربات جوية على المناطق الغربية للمملكة التي طوان تنجى العرائش ببارد وكذلك الجديد الداربيداء والسيد السليمان والرباط والواجهة المتوسطية على وجدة والنظور الحسيمة وتازف السيد السليمان وكذلك الرباط وأسف الداربيداء والجديد القارب الرشيد والمناطق الغربية لكن تتوقعت قابل التغيير لأن توقعات ما زالت بعيدة المدى مشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر